قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن اللواء أحمد عصيري التحالف لن يقبل بأي اتفاق سلام يسمح للحثيين بالإبقاء على جناحهم العسكري وشدد على ضرورة الحل السياسي لكنه أكد أن المملكة العربية السعودية لن تقبل بوجود جماعات مسلحة في فنائها الخلفي من جهته دعا رئيس والوزراء اليمني أحمد بن دغر دعا الحثيين وقوات الرئيس المخلوعة لعبدالله صالح إلى تسليم أسلحتهم والانسحاب من المدن وإعادة الشرعية لمكانها